فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات من إيران ولبنان العقوبات على لبنان شملت سلطان خليفة أسعد وهو مسؤول تنفيذي في حزب الله بجانب شركتين تابعتين للحزب وقال بيان للخزانة الأمريكية إن المسؤول والشركتين مرتبطون بإخفاء تحويلات من أجل تمويل حزب الله كما أشار البيان إلى أن الحزب يستغل الاقتصاد اللبناني ويتلاعب بالمسؤولين الفاسدين لمنح الشركات المرتبطة به عقودا حكومية أما العقوبات على إيران فشملت أشخاصا في وزارة الاستخبارات